حزب العادلة الثانية حزب العادلة الثانية حزب العادلة الثانية منذ حركة 20 فبراير انتخابات سابقة لأولها التي أجريت يعني دائما في 2011 وكذلك في انتخابات 2015 و 2016 هذا كلها لديها أسس مؤسسة له مشغي فقط طريقة مش كي يشتغل الحزب عدل وثنمية لذلك المطللات ديال الإحسان وديال الدعوة وديال السياسي وأنه عنده أموال طائلة وأنه تغلغل في الفئات الشعبية اللي هي عندها انتدارات كبيرة والتي تعاني من الفقر ومن التهميش وكذلك حتى في إطار واحد الفئات اللي هي متعلمة ولكنها ربما تفتقدوا إلى الحزب النقدي وحد العدد ديال الأمور يعني كانت لقى يمكن طبيب مهندس واللي هو يعني ربما في المهنة دياله ممتاز ومتميز ولكنه ما تيفهمش للسياسة ما تيفهمش الفلسفة ما تيفهمش علوم الاجتماع ما كيف يفهمش كيفاش الإنسان كيمكن يسيطر عليك على العقل ديالك وخير يكون أمي ويجرر عليك الواحد المشروع اللي هو ضد المصالح ديالك إذن الدولة المغربية كذلك التي حاربت القوى الديمقراطية والتقدمية في البلاد على مدى عقود طويلة ورغم أن نادرنا هيئة الإنصاف والمصالحة تقرير ديالها مخرش والتوصية ديالها ما تطبقتش وإحنا باقي نعيشه يعني انتهاكات ديال حقوق الإنسان بتفاوتات وحسب الجهات وحسب الناس المستهدفين الدولة المغربية خربت التعليم هذه الإصلاحات التخريبية المتتالية نهولنا كنخرجه بديبلوم ولكن ما عندنا حص نقديم ما عندنا تقفى عما ما عندنا حص الموطنة ما عندنا تقفى النفس ما عندنا قيم رافعة نحميلها ما إلا من رحم أربك وهذو كانت تلقاوا الوالدين ديالهم والأسرة هي اللي كتعاون إذن إحنا بالنسبة لنا لا نظام اللي إحنا كنعيش فيه تآمر على القوى الديمقراطية والتقدمية وهمش الأحزاب وسيدة تكنوكرات وقرب إليه الأحزاب التي صنعها صنعا والأحزاب الموالية له اللي هي تحت الطلب وأنه واحد الوقت استغل تيارات الإسلاموية لضرب تيارات يعني اليسارية والتقدمية ولكن هذه التيارات الإسلامية تغلغلت في المجتمع واستغلت دك التربة ديال الجهل وديالفقر وديالتقافة العامة مكيناش وديالأمية السياسية باش تغلغل وتجيهية اللولى اليوم حزب العدلة والتنمية بين بأنه حزب كباقي الأحزاب يعني حزب يميني متطرف علاش لأنه يؤمن بالليبراليين وتوحيشا وأنه لا يجد من استراتيجية في المغرب إلا الاقتراض نحن نرى غرقنا بالمديونية والخوصصة اللي هي من توصية الأساسية ديال المؤسسة المالية من أجل إخضاع الشعوب يحيدوا كل أدوات اللي كانت بيد ما يصطلحوا عليه الدولة الاجتماعية ما تبقاش باش ما نوصلوش لعادلة الاجتماعية شجعوا هذيك اللاقيام باش تولي الفردانية والاستهلاكية وهذا الشي اللي نحن نعيشه الناس كلها ولات مستهلكة ما بقاش دك الفرد المواطن اللي بغيه مش يغي يعاون رسو يعاون المجتمع إذن حزب عدلة والتنمية تطور سريعا ليصبح حزبا يمينيا عاديا عاديا يخضع للتوصيات ديال المؤسسة العالمية المهيمين على العالم ويخضعوا للتوجيهات الداخلية وهكذا شفناه هو في الحكومة ولكنه لا يحكم يعني كينا القرارات كانت جي من جهات أحد أخرى كانت شوفوا السيد العتماني اللي هو رجل محترى طبيب كيجي التليفزيون كياخد ساعة الله ربما يقولنا ولو ما قال لنا تحاجة احنا كانت تدرم والمغربون لو بالمناسبة كيتبعوا الأوقات ديال التصريحات ديال الوزراء ديال فرنسا وديالنجليز وديالسويد باش يعرفوا الجريف في نسطات هذه الجائعة في العالم في نسطات الأبحاث العلمية في البحث عن الدواء أو في البحث عن هذا المغربة كلهم كيعرفوا الدكتور غولت ما كيعرفوا ما كيعرفوا نحن نرى عندنا أطباء ممتازين متميزين ما تنجيبهمش ما كنجيبهمش يهدروا ويفسروا لنا ويقولوا ويتعرفوا ومغربة يفتخروا بهم يعرفوا بأنه كان هناك أطر طبية في مستوى عالمي رفيع قلت أنه حزب العدلة والتنمية عادي وفي الانتخابات المقبلة سؤالكم حول الانتخابات المقبلة على ما يبدو أنه نعم أولا الدولة المغربية في إطار الإعداد لالانتخابات هذه طلبت من كل أحزاب تعطيهم مذكيرات باش تقدم مقترحات ديالها كيف شمكلينا نقدو شوية نحن ندرنا مذكيرات ديالنا يمكننا نتكلم لها عليها بسرعة طلبنا باش تكون هيئة مستقلة إلى جانب وزارة الداخلية باش تصهر طلبنا باش يسجلون غير بالي تقلبنشي 13 مليون ما نسجلينش انطلقا من البطاقة الوطنية طلبنا بأنه يكون هناك انفراج سياسي يخرجوا المعتقدين السياسيين والصحفيين المدوينين يعني باش نخلقوا جو ديال انفراج وديال الرغبة في المشاركة السياسية قلنا بأنه رفع من تمتيل النسائية لأنه بلا نساء مكينش ديمقراطية يعطينا وحد العدد ديال المقترحات وديال التدابير وبعد يعني الداخلية بدأت تتلقى مع كل حزب حزب على حدة ولمجواحنا كانت تقدموا كافية اليسار الديمقراطية درنا مذكرة مشتركة ودفعنا على المضانيين فإذا به كنشوفوا دابا حزب عدد وثنمية بحل تذكرنا بحد الفين وجوج مني كنطلبوا منهم أنهم يقلصوا العدد عاو تانيك يقولك هذا غد يكون غير طلب يعني تحت دريعة هذه الجائحة وهم عارفين نرسون بأنهم يعني عندهم واحد القاعدة مصوتة وخافهمت هذه القاعدة بأن هناك متجرب الدين وكأن هناك نفاق لأن النت تلبس الفولار هنا وكأن تلبس الجين في فرنسا يعني هذا كائن هذا شي ما تكذبوش على المغربة يريد أن يرشح نحن مع الحرية ونحترم يريد أن يلبس اليوم فولار ويريد أن تلبس الجين مرحبا ولكن لا تأتي تبعوا لنا الأوهام وتبعوا الدين لتربحوا الأصوات ومن بعد تبدأوا النائب الأول في البرلمان النائب الثالث في مجلس التعليم الذي لا يشتغل النائب الرابع في المجلس كذلك كتلقى أساتيدة لابتدائي يدخلوا البرلمان مع التحية الأساتيدة لابتدائي لهم محترمين وربقين في القسم تولى الوحد يقبط 150 الف درهام 170 الف درمش وتعرى تنسك ما تنسى الشاب خصوصا هذو كل يجيوا من الفقر المدقع إلى هذه الملايين يعني لا يمكنوا أن تتضيرا منهم خيرا إلا من رحمة ربك كيف كان قلو إذا حيزب عادي الوثنية حيزب عادي وطبعه مع الفساد ومع الاستبداد ومع النظام واليوم هو فريح سعيد بكونه موجود في الحكومة ويتغلغل داخل دوالي بالدولة كلها وفي النقابات موجودة في كل بلاصة الفلوس موجودة عنده لن يدفع ديوله هذه سيد البونغار كيف قلنا كل شخص يستعمل الأسلحة التي عنده والدولة تزيد الملايين إذن هذا الشي عادي لماذا عادي هو أنه في هذه الظروف الاستثنائية والعالم مقبل على مرحلة جديدة ونحن أمام تهديدات مختلفة منفجارات داخل الأوطان وأن هناك تهديد ب اهترق يعني تجزي الوطن المغربي وجهات أخرى أن الدولة المغربية تتعامل وكأن شيئا لم يقع وأن هذه الانتخابات كأنها تقع وستنظم في ظروف عادية يعني ما بنش لناشي استعداد أنه اتخذ تدابير قوية من أجل ضمان النزهة ومسلقية هذه الانتخابات وأننا نديروا شين انتخابات ماشي بحال سابقتها ما كان شادشي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تأبوناه وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية